عبر بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس عن قلقهم العميق إزاء استمرار الحرب في غزة مؤكدين عن الحاجة الملحة لإنهاء هذا الصراع الدموي والانتقال إلى تعزيز قيم الحياة والسلام وقد جاءت هذه الدعوة في سياق تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل مستمر في المنطقة حيث لا يزال آلاف العائلات مشردة وغير قادرة على العودة إلى منازلها التي دمرت أو أصبحت غير صالحة للسكن بينما يستمر ارتقاء مئات الضحايا بين قتيل وجريح نتيجة القصف العشوائي وتفاقم أزمة الجوع والعطش وانتشار الأمراض المعدية وفي ظل هذه التطورات الخطيرة طالب البيان جميع القادة بالتجاوب مع دعواتهم ودعوات المجتمع الدولي لوقف فوري للحرب وأطلاق صراح الأسرة وعودة النازحين ومعالجة المرضى والجرحة وتخفيف معاناة المتضررين وإعادة إعمار المنشآت المدنية التي دمرتها الحرب